اشتركوا في القناة عمل متكامل تحقق الغايات القانونية والتأهلية المنظورة من تطبيق أحكام هذا القانون وأكد النائب العام أن انعقاد هذه الحلقة النقاشية يبرهن على تكاتف الجهات القضائية والتنفيذية لمواصلة السجل الحقوقي المشرف في حماية حقوق الطفل ورعايته في ظل العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايته من سوء المعاملة والذي يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الأطفال في مملكة البحرين في ظل النهج الإنساني لعاهل البلاد المفدة وأضاف النائب العام أن الأطفال هم ثروة الأمم ومنبع نهضتها وأساس استكمال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات هذا قد تناولت الحلقة النقاشية عدة محاور رئيسة من بينها لية التواصل الفعال بين الجهة القضائية والوزارات والجهة العامة المعنية بتنفيذ أحكام القانون لخلق منظومة متكاملة تعمل على ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والبرامج التوعوية والإرشادية والتاهلية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وإصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع الهدف من هذه الورشة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ قانون العدالة الإصلاحي للأطفال من خلال اقتراح وتقديم أعمال خدمة المجتمع للأطفال وكذلك البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتناسب مع سنهم والتي تساعد على تنشئتهم تنشئ سليمة بما يتوافق مع القانون والسكوك الدولية وخاصة الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومن ضمن البرامج المستهدفة تنمية المهارات القيادية لدى الأطفال ووسائل استخدام تكنولوجيا بما يتوافق مع متطلبات العسر تعد هذه الفعالية بداية لانطلاق الفعاليات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تنسيق الجهود الوطنية لتقديم أعمال تطوعية وبرامج تدريبية كعقوبات وتدابير للطفل حيث تم تسليط الضوء من خلال هذه الحلقة النقاشية على أهم الضمانات التي يضمنها القانون الممنوحة للطفل أثناء مرحلتين التحقيق والمحاكمة منها الحق في الاستعانة في محامي الحق في الصمت وحقه في إبلاغ ولي أمره قبل التحقيق معه ترجمة نانسي قنقر